متابعين الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف حسام حسن وصل إلى سدة الحكم الرياضي تكلم على حسام حسن بقى قائد للمنتخب المصري لكرة القدم وبقى قائد هو وخوء إبراهيم حظوظهم إيه في الأبراج؟ ماذا يقول الفلك عنهما؟ هل ستصل مصر إلى نهايات كأس العالم 2026؟ هل ستصل مصر إلى نهاي كأس الأمر الأفرقية 2025 المقرر قامته في المغرب؟ تفاصيل كثيرة للغاية يشرح خبير الفلك وخبير عالم الفلك وخبير الروحانيات الأساز محمد فرعون خالبا لكم يا جماعة الأساز محمد فرعون لديه تسعة من الكتب خاصة بالفلك والأعمال والروحانية وكمان بيتكلم عن تفاصيل مهمة جدا مهمة جدا عن ما سيحدث مستقبلا في الأمور الخاصة بالفلك فلكيا يعني برج حسام حسن برج الأسد إيه اللي هيكون في برج الأسد توقعاته لحسام حسن وبالتالي توقعاته للمنتخب المصري كله لأن ده أخلى بالكم أول الغيس قطرة حسام حسن برجه كويس فيترى المنتخب هيبقى إيه هنروح دلوقتي لأستاذ محمد فرعون ونعرف منه القصة والتفاصيل الحكاية الحكاية السيد محمد عشان الناس برضو محتارة وزعلانة أهلا بك شامشون طبعا كلنا محتارين وزعلانين على خروج المنتخب المصري بس ما كانش عندنا اي توقعات ولا طموحات ان نوصل احنا كان كل طموحاتنا نوصل لدور التمانية كبابنا يعني لكن ما وصلناش فدام رادة ربنا ولكن في حسام حسن لما جيه مسك ودكت رغبة جمهور مصري كله كان كل اتفق على وجود حسام حسن ان يعرف خلي بالك اكتريت البطلات بتاعتنا ايو وتفتكر كده ختل كابتن حسن شحاته وكابتن الجهري اه يعني كلها سعود كاس العالم الجهري وثلاثة كاسر اوم افريقية خدهم حسن شحاته اه اه فهو المدرب الوطني كليها باع طويل ولو بصينا البرج حسام حسن احنا بنتكلم انه حياة فلاكية ايوه هو برج الاسد هو اخو براهيم ايوه مولد عشرة تمانية والاسود هم برج قيادي من الدرجة الاولى اه يمكن عصبيين شوية وعناد يعني بينفزه في دماغهم وده حتى نقطة نقف عندها كتير جدا لان مطلوب ان القائد فريق المنتخب الوطني يكون صاحب شخصية قوية وصاحب شخصية قيادية عشان محدش يفرض عليه وانت عارف اللي عندنا بحب يفرضه او يوجيههم وده الضرب اللي واقح فيه في توريا اللي هو ميشل رغم انه كان برج الحمل من الابراج المحظوظة جدا طيب وبالتالي ايوه ما احسنش الاختار او انقاد وراء رأي الاخرين اما حسام حسن هيبقى قائد مش منقاد ان شاء الله طيب خلينا اسأل عن يعني حضوظ مصر للصعود لكاس الامم الافريقية او حتى الفوز بيه انت قلتلي فيه توقع مهم هتقولوا مخصوص ده وكمان كاس العالم المقرر قامته في 2016 في الامريكا وكندا ولمكسيك ان شاء الله سجل تاريخ ولكن هلتزم التوقع ده شوية بس ياريت كابتن حسام يكون يسمعنا في الليف ده او الحد يكون يعرفه يوصله له احنا نحاول نوصله الليف ده ان هو يبعد عن التوتر وعن العصبية لان ده الافة اللي ممكن توقعه في المحظول اللي انا خاف منه لان هو مش جاي بارادة كل الموجودين في ناس رفضاء طبعا بارادة بارادة الاغلبية يعني ممكن نص زادة واحد لكن فيه ثلاثة ولا بتاع ما كانوش موافقين ودولة اللي هيحربوه وهنا الافة بتاع برج الاسد العصبية والتوتر مش عايز تكسبه لازم انتوتره وتعصبه هيخرج عن المدار بتاعه اقول لك شوفت او مش قلنا لكم ما نجبوش ما نعملوش فمن الاول بنقول الاستاذ هاني خلي بالك من التوتر والعصبية وما تدخلش نفسك تنقشات ومشاكل كبيرة جدا خصوص برجك بتقولك انت من الابراج الاكثر حظا هذا العام خصوصك ممتازة فبلاش تدخل نفسك انسى افتكر دائما ان انت القائد بتاع المنتخب المصري ما انتش لاعب في المنتخب ممكن تتخانج ممكن تتعصب الكلام ده كلته بنقوله برضو ان التذكرة تنفع المؤمنين طيب خلينا اسأل عن صلاح صلاح وما كان فيه تطش بينه وبين او خلاف بينه وبين حسام حسن وابرهيم حسن وطبعا ابراهيم وحسام من الابراج القيادية التي لا تقاد وصلاح نجم كبيرة التوافق بقى هنا هيبقى عامل ازاي ما بين الاتنين في الملعب او حتى خارج الملعب صلاح الجوزاء برج الجوزاء البرج الهوائي برج متوافق جدا مع برج الاسد ولازم ندرك يا جماعة اللي بقولك ان هنا هيفرق حسام حسن قائد بقائد جامد ورجل نجمة واسطورة فصلاح لازم ندرك ان هو لعب في المنتخب ما يزيدش عن كده لازم نعرف مكاني بالزبط وحسام قادر ان هو يحط كل واحد في مكانته وصلاح برضو حد من الناس اللي لازم هو مش عشان ان نلعب بس يعني خلاص لا ده هو قائد الفريق برضو محمد صلاح وان شاء الله انا شايف يهبهم على توافق كبير جدا مع بعض طيب بالنسبة للتوقع الهامل اللي انت قلتلي هتقوله خلال يعني امم افريقيا الفين خمسة وعشرين في المغرب صعود مصر ووصولها لدور للمربع الزهبي وفي المغرب ان شاء الله وصعود مصر لكاس العالم بأمر اللي بيجتهاد اللعبين ووجود كابتن حسام حسن احنا بنسجل دلوقتي يبقى اه قول ان شاء الله حسام حسن هيصعد بالمنتخب المصري ان شاء الله لو ربنا شار العراقين اللي انا شايفها قدامها هتحصل قدامه عراقين ومشاكل كبيرة ايو ولكن بأمر الله بإرادة ربنا سبحانه وتعالى وبإخلاصه هنوصل ان شاء الله للمربع الزهبي في المغرب في بطولة افريقيا ونوصل لنهايات كأس العالم بس انتبه وخلي باله الفرق بين فيتوريا المدرب اللي هو كامبورج بردو ناري محظوظ ايو محظوظ ايو احنا طلعنا من كاس الامر افريقيا في دور 16 والفرق بين حسام حسن اللي هو برج بردو ناري ومحظوظ عدم الإخلاص والإنقياد فرق ده عنده ان ده شخصية موقادة للاخرين بيسمع الاملاءات والكلام اللي بيتمالع عليه واخده ومتاخدش ده وهيصه كده وسمك لبن طمريندي وكابتن حسام حسن اللي مش اتحداك عمره ما يسمح بكده وهيهب صوته من دماغه انه راجل مدرب كبير وقبل ما يكون مدرب هو لاعب عظيم أسطوري عميد لعيب العالم فهو عنده اعتزاز بنفسه وشخصيته قيادية وقوية جدا مش هيسمح لأي حد يعمل عليه اي املاءات طيب يعني حسام ولا فيتوريا لا حسام في الحظوظ حسام طبعا الأسد أفضل شريك للدل والدل هو أفضل برج عنده حظوظ السنة مشكرك شكرا جزيلا سيد محمد شكرا لكم متابع الحدودة في كل مكان وإلى اللقاء